احمد الله رب العالمين ماذا سوف يكتب ابليس في مذكراته اليوم سوف يكتب قائلا ان المؤمن الحق لا تطيب له الدنيا الا بمحبة الله وطاعته ولا تطيب له الاخرة الا برؤية الله ومشاهدته طيب تعرف الجزء الاول ماذا سوف يكتب ابليس طالما ان الدنيا لا تطيب للعبد المؤمن الا بمحبة الله وطاعته سوف يبغض او يقول ابليس سوف ابغض الطاعة والمحبة في قلب العبد والعياذ بالله رب العالمين حتى تصير الطاعة لها ثقل ومرارة وتصير معصية لها خفة وحلاوة باذا مذكرة ابليس اليوم ان هو يجعل الطاعة ثقيلة ومرارة ويجعل المعصية يعني خفيفة ويعني حلوة يا الله هذا المجرم الكبير زعيم ومدير مدرسة الابلسة على مر الزمن منذ ابينا ادم وزعيم جامعة الشيطانة على مدى التريف كله يريد ان يثقل على المؤمن طاعة الله قال ربنا وانها لكبيرة الا على الخاشعين الافصلاة ثقيلة على مين على غير المؤمن المدعي الامان المدعي الاسلام اما المؤمن الحق الطاعة لها امرين عنده خفيفة حلوة يعني ذاق طعم الامان من رضي بالله ربا وبمحمل رسوله يعني ذاق حلاوة الامان فالامان له حلاوة يعني يعني تقال ولا توصف فلا استطيع احد ان يشرح لماذا هذه الزهرة الفواحة يعني تنشر عبقها في محيطها يعني لماذا هي جميلة يعني تقول هذه وردة او زهرة جميلة يعني يعني جميلة طب لماذا هذه الزجاجة او قارورة العتر تلك يعني تفوح منها رائحة يملأ عبقها المكان يعني ايه رائحة طيبة هذه تحس ولا توصف فلا استطيع الانسان ان يمسك ريشة ليكتب يعني ان يأخذ ريشة من جناح الذل ليكتب بها هذا يعني كما قال شاعرنا يعني لا تسكني ماء الملام فانما انا صب قد استعذرت ماء بكاي فماء الملام هذا ليس ماء المادي يعني لا تلومني اللوم ده لوم معنوي فرائحة الوردة رائحة معنوية طعم الامان طعم معنوي يجد الانسان فيه ايه ايه علامته تجد كده انشرح للصدر التفاؤل امل رضا بما قسم الله سبحانه وتعالى حتى وان كان ضيق ضيق ذات اليد لكن لا هو يملك الدنيا باسرها لانه يعلم ان الغنى والفقر الحقيقيين إنما هو بعد العرض على الله سبحانه وتعالى من الغني الحقيقي ومن الفقير الحقيقي ليس من يملك المليارات ولا من لا يملك المليمات والفلسات لا إنما الغنى الحقيقي والفقر الحقيقي بعد العرض على الله قد أفلح فلان ابن فلان يعني وسعد سعادة لن يشقى بعدها أبدا هذا هو الغني الحقيقي ده الملياردير ده الأرش ملياردير الحقيقي اما يعني خاببا اندساها شقيا فلان ابن فلان شقاوة لن يسعد بعد هذا النداء يوم القيامة عند القبان عند الموازين لما توزن الاعمال شقيا فلان ابن فلان شقاوة لن يسعد بعدها ابدا هذا والفخر الحقيقي لأن الانسان في الدنيا القلب المؤمن وابليس لا يريد ان يذل او ان يفتقر العبده الى ربه لا ابليس عايزين عايزين يخلد انسان سبحانه وتعالى العظيم المسلم يستغني بماله وبعلو وجاهه بمنصبه بقبيلاته بما يحمل من جوالسفر انا معي جوالسفر قذا امريكي انا معي جوالسفر اوروبي وكان معه جوالسفر من رضوان لدخوله الجنة هذه تفاهات القلب عندما يتسفل عندما يتدنى عندما يهبط عندما يرتكس لما يصعد الدنيا دي كلها لا تساوي عنده شيء لانها لا تساوي عند الله جناحة بعوضة ما ابرنا الله عز وجل بطلاقها كي يتزوجها غيرنا لا بالعكس نعم المال الصالح للعبد الصالح نعم المال الحلال لمن يستقيم على طريق الله بس يستخدمه في ايه في طاعة الله فالدنيا ما طابت لمؤمن الا بمحبة الله وطاعته ومذكرة ابليس يريد ان يثقل علينا الطاعة يقول يعني يا الله صلاة الفجر للصحبة وصلاة الفجر هو تشريف من الملك سبحانه لخادمه وعبده انه خدم دينه نهارا فشرفه رب العباد ان يقوم بين يديه ليلا وان يصلي الصبح في وقته هذا تشريف لكن لم يخدم دين الله ولم يخدم فقرة الاسلام طوال النهار فما استحق وساما من الملك ولله المثل الاعلى لان ملك سلطان البلاد او امير البلاد او الحاكم في البلد عندما يصعد اليه الصعد على المنصة ليكرمه لابد ان يكون قد صنع شيء في هذه البلدة يكرم من اجله فيعطيه وساما او تشريفا او نشانا او اجازة علمية او شهادة او غاب ذلك ولله المثل الاعلى رب العبادة عز وجد ينظر هل خدمت دينه طوال النهار هل استقمت على طاعته فيشرفك بان تقف بين يديه ولذلك ابنس ماذا يصنع يكتب في مذكراته انا اريد ان اربط واعقد واعقد عقدا ثلاث عشان عند ابن ادم لكن المسلم الحقيقي يستيقظ تحل عقده يتوضأ تحل الثانية يقب بين ايدي يا رب العبادة يصلي تحل الثالثة فيصبح منشرح الصدر مقبل على الله مبتهجا سبحان الله امنا في فضل الله ورحمة الله يشعر ان الدنيا كلها قد ملكها سبحان الله العظيم اما الاخر فيؤذن المؤذن فالشيطان يقول له ايه يقول له انتظر انتظر لسه ما يقول الصلاة خير من النوم المؤذن يقول الصلاة خير من النوم يقول له انتظر لما ينتهد من الاذان لسه الدنيا ما طارتش لو لا الدنيا طارت له بركتها في الوقت ينهي الاذان يقول له لسه فين الامام لما يقيم الصلاة بعد نصف ساعة لنت نكون قومت ودخلت عزك الله دولة المياه وبعدين توضعت وبعدين لبست ثيابك وبعدين توكلت على الله الى المجلس لسه فضل ثلث ساعة فتمر عشر دقائق يقولوا فضل عشر دقائق انت بتاخد في الوضوء بتاعك خمس دقائق يهاجمه النوم والنوم سلطان واذا حضر السلطان نامت الرعية فتنام عيناه وتنام جوارحه فيستيقظ يد الشمس وقد اشرقت وقد بال العين في ايه في فمه وفي اذنيه فيصبح يعني كده منقبض الصدر عنده شمن الاكتئاب ما فيش عنده تفاؤل سبحان الله فماذا كتب ابليس في مذكرة اليوم كتب سوف اثقل واعطل الطائع عن طاعة الله اخلي الطاعة عليه ايه ثقيلة وفي المقابل يخلي للمعصية خفة يخلي لها حلاوة يقولوا شو بس بس يسكد عن مسلسل الجميلة ده مهم جدا ده كأنه يحكي قصة عمي وخالي ده كأنه يحكي قصة الصراع بين الخير والشر كان ويزين له وبعدين يجي الاذانة للعشاء الله اثبر اولاد بس خمس دقائق عن مسلسل وبعدين الحق الصلاة مش اشكال انا المسل القريب يعني لن يأخذ وقتا سبحان الله فالشيطان يجاذبه او يضع الحواجز فيجعل الباطل خفة ويجعل هناك حواجز ما بينه وبين الطاعة يبدأ الوقت يتسرب لحظة لحظة والوقت سكى السيف ان لم تقطعه قطعك لكن ايه لكن احب العبادة الى الله من يسرع الى مرضات الله اسرع عن مسل الى فريسته ويغضب اذا انتهكت حرمة من محالم الله عز وجل كما ينطفض النمر الحرب على فريسته فالعبد الصالح يفهم ان ابليس وضع مذكرة ايه تثقيل الطاعة طيب وانا عشان عشان لا تصير الطاعة تثقيلة وتصير لها حلاوة وتصير المعصية اشتشعر مرارتها ولا يعني ولا تصير عندي يعني خفيفة وانما زجل ثقيلة صعبة لابد من عمل بضعة امور هذه الامور كي نمحوا مذكرة ابليس اليوم ونضع لها مذكرة ايمانية سوف يكون هذا محور حديثنا بعد هذا الفاصل ان شاء الله كنوا معي ولا تبتعدوا ان شاء الله نلقاكم بعد هذا الفاصل لنقبل حوارنا باذن الله اهلا بكم احبتي في الله مرة اخرى وكنا قبل الفاصل نريد ان نضع علاجا او دواءا او ناخد مصلة او لقاح ضد التطعيم الابليسي او التطعيم الشيطاني الذي يريد ان يثقل علينا الطاعة ويجعلها ويجعلها يعني لها مرارة لان قول الحق مر وشهادة الحق مرة لكن شهادة تزور سهلة على البعيدين عن الله عز وجل والحق عندهم خفيف لكن الحق تقيل كثقله يوم القيامة والبطل كخفيف كخفته يوم القيامة طب كيف انا اخلي الطاعة عندي حلوة وخفيفة اول شيء لا افطر عن الذكر الناس اول ما تقيل سرة الذكر ونقرات القرآن التسبيح التحميد هذا ذكر اللسان هذا باب او صفحة في موسوعة الذكر الكبيرة الذكر دعبار عن موسوعة في ذكر الجوارح في ذكر ايه الجوارح مش اللسان باس لا العين ذاكرة بالنظر والاعتبار ان يكون نظري ايه عبرة وذكر العين ان اغضها ليس عن محارب الله فقط وانما اغضها عن عيوب المسلمين لان اصبحنا الان لنا عيون ميكريسكوبية او اذا جاز التعبير عيون تليسكوبية ترى عيوب الناس عن بعد ولا ترى حسناتهم عن قرق يعني اشوف عيوب الناس من بعيد سبحان الله المحة واضعها تحت ايه تحت العدسة المكبرة سبحان الله يعني زوم تفضح الاشياء وتقربها هو عنده عدسة زومية واذا جاز التعبير يعني تقرب 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 بعيد بالناس ثم تكبره الاف المرات وهذا دليل على دخل او مرض او سقل داخل هذا القلب لكن القلب السليم يعمل ايه لا يرى في الناس سبحان الله يعني يعني كما قال شاعرنا كن جميلا ترى الوجود جميلا والذي قلبه بغير جمال لن يرى في الحياة شيئا جميلا سبحان الله يعني الانسان المؤمن صادق وضع المعالم يعطي كل جارحة من جوارحه ايه ذكر الله فيها فالعين لا تغضى عن محارم الله فقط وانما تغضى عن عيوب الناس سياسة التغافل وسياسة التغافل سبحان الله وسياسة ان الحسن البصري الذي قال له الرجل ان قلت لي كلمة قلت لك عشرة يعني ان قلت لي اي كلمة سيئة انا ارد عليك وعشرة كلمات قال الحسن لو قلت لي عشرا ما سمعت مني واحد الله الله على القلب السليم الله على اللي بيمحو مذكرة ابليس الله على اللي يضع بينه وبين ابليس ايه حواجز سبحان الله فذكر العين هكذا ذكر الاذن ان لا اضيعها في سماع ما يغض بالله ورسولة من غيبة ونميمة وكذب وفجور وفحش في القول وهذه الطنطنات والاغاني ليلة نهار يا رجل يا رجل اتق الله اعطي اذنك حظها من العبادة فحتى يقول الله في حديث القدس وما زال عبد يتقرب اليه بالنوفر حتى احبه فاذا احببت كنت سمعه الذي يسمع به يعني سمع الذي يسمع به يعني لا يلذل الانسان ولا تلذل اذنيه يعني اشياء اجمل من ذكر الله اجمل من الشيء اللي يقرب الى الله او لا يسمع الاذن يطرب الله يسمع القرآن الله اكبر كان من يسمع ايه يعني يعني اجمل الاشياء مش كأنه هو هكذا هو هكذا وهو يسمع احسن القصص ويسمع الذكر الذي نزله رب العبادة عز وجل على قلب حبيبي صلى الله عليه وسلم ليبلغنا اياه ويوضع بين دفته المصحة فهذه ذكر ايه ذكر الاذن ذكر اليد لو ان رجلا غنيا قام الليلة وصام النهار ولم يتصدق من ماله فليس هذا ذكرا لا ذكر اليد انا اصافح بها المسلمين امسح بها على رؤوس اليتامة اعطي بها الصدقات اكتب بها المقالات الطيبة اللي في المجلات والصحف حتى يقرأها الناس فتصير لي يعني يعني صدقة جارية وذا تصير لي مفتاح خير وغلق شر لا اكتب كلمة ادمر بها اكدر بها السلام الاجتماعي في المجتمع وشوه صورة الناس افضح الناس بالحكس يعني ذكر اليد ان اكتب بها كصحفي او اعلامي او عالم او غيره ما يقرب الناس بعضهم من بعض ولا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يقنتهم وانما يحببهم في الله وبتذكيره بتذكيرهم نعم الله سبحانه وتعالى عليهم طب ذكر القدمين يا الله اعمر بها بيوت الله اذهب للاصلاح بين المتخصمين وشيع بها الجنازات اعود بها المرضى احضر بها الافراح والمناسبات سبحان الله العظيم وشارك الناس في افراحهم واتراحهم في حالة رخائهم وشدتهم سبحان الله العظيم فدي اسمها لا يفتر القلب عن الذكر ده اللي يخلي الانسان يخلي الطاعة تصير عنده خفيفة لها طعم حلو ايه كمان بعدما مما هذا الامر يعني يشتاق دائما الى يعني انتظر مثلا انه عايز يصلي مثلا العشاء والترويح او الفجر يبقى مشتاق يعني كان الانسان مشتاق الى شيء انه يحبه يعني مثلا اهل الكرة ينتظرون النهائي بفرغ الصبر وذات لما تكون بين ايه فرق قوية يقول يا سلام مات الموعد ويعجز في ايه في الصف الاول وفي الدرجة الاولى ويدفع مبالغ ويكون فرحات رغم الازدحام ورغم المعاناة في الذهب والمعاناة في دخول الاستاذ لكن ايه على قلبه يعني في طعم العسل لكن لكن لما يجي يقول له ما الشيخ عمر يقول له الله يكرد عنه والله الرجل الصالح وطيب كده بس ايه انا اسمعته كثيرا بس ان شاء الله المرة جاي باذن الله ما اولادها يسجلوا من نسمع باذن الله وخبرت الشيخ فلان لو محضر في المسل فلان والله الرجل الصالح ان شاء الله نحضره بس السنة القادمة باذن الله كنا من اهل الدنيا يا الله لكن المباراة ايه لا المباراة ايه لو عدت الله يمكن يضيع علينا نصف عمرنا يا الله نصف العمر في المباراة يا رجل امار النصف الثانية هتعمل في ايه الاكسراطين يا رجل اتقل له رجل حساباتك توقف يعني الاكثر من المباح يقسر قلب لا والله الاسراف في اي شي حتى في العبادة العبادة وانا على عهديك لو عهديك ما استطعت اتقل الله ما استطعتم لكن الصحابة قيل له اتقل الله حقه تقاته الصحابة يعني وصل لـ 98% الرسول كان يريد منهم 99% احنا يعني كده بين المنخنقة والموقوذة اتقل الله ما استطعتم على قدر ما استطعتم هل علي غيرها قال له الا ان تزيل قال له لن ازيل الصيام شهر في السنة هل علي غيره الا ان تزيل قال له لن ازيل الافلح ان صدق من سره ان يرى او ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا سبحان الله فالغلو مرفوض في كل شيء ايه كمان غير الاشتياق للخدمة وغير التلذذ وعدم الفطور عن الذكر عشان ايه عشان الطاعة تصير بهذا المنطق واتغلب على ابليس في مذكرة اليوم ان سبحان الله المسلم اذا دخل الى الصلاة زال همه وغمه اشعر انه في معية الله الله في معية الله ان الله معنا ان الله معنا سبحان الله لا تخاف انني معكم اسمع وارى وماذا بالانسان في معية الله يا الله الانسان فينا لو ان هذا الجهاز الذي تشهده الان انت وانت في بيتك التلفزيون هذا او التلفاز هذا الشاشة الصغيرة اذا حدث فيها تعطل اسلم من يصلحه لك هو الشركة المنتجة تلوح تأخذ الجهاز تعطيني الشركة المنتجة ينصالح ويعود كما هو ولله المثل الاعلى الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مردت فهو يشفيني والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين الى اخر الايات يبقى الانسان يبقى في ايه في اصلاح جسده وقلبه وتصحيح عقيداته دائما مع الخالق عز وجل يرجع الامر لله ليه لانه الذي يصلح امرك سبحان الله يحول فقرك الى غنى ان ليس الغنى عن كثرة العرض وانما الغنى غنى يحول ذلتك الى عزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين سبحان الله يحول مرضك الى شفاء حتى يكون في مرض جسدي في الجوارح لكن ايه لكن القلب سليم الله اكبر اذا من القلب سليم يبقى انت ايه متوكل على الله الامر الاخير ان عشان نمحوا مذكرة ابليس اليوم في تثقيل الطاعة واخافة العبد منها انه اذا فات العبد وردا له او صلاة جماعة او او اعام الخير يغتم ويحزن لا يحزن على دنيا ولكن يحزن على الاخرة اظن بهذا كتب ابليس مذكرة اليوم وتغلبنا ان شاء الله عليه بان صنعنا رشدة علاج سريعة او وصفة ان شاء الله نبوية قرآنية باذن خفيفة ان شاء الله رب العالمين لو عملنا بها وانا ارجو في حلقاتنا هذه سجلوا خلفي هذه النقاط لان صيد الخاطر او صيد الفكرة بكتابتها كي لا تضيع نسأل الله ان يذكرنا ما نسينا وان يعلمنا ما جهلنا وان يجعلنا وياكم ممن يستمعون القول فاتبعونا احسنا لا تنسون من صالح دعائكم نستدعو الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة